اهلا والله يلا حيوم معكم ايبل كرافت من قناة gaming shelter زبت لكم اليوم مشرح مود اا ايرون تشست المود جدا بسيط ولا في له اي تعقيد اا كنت محتار هل احط الحالو في مقطع او اا اضيف مع اي مود ثاني لكن قلت افضل ان احطو في مقطع الحالو لان بعض الناس يدوروا على مجرد شرح المود معين بدل ما يقعد يلف ويدور خلاص في مقطع واحد وخلاص جدا 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 بسيط وما يكاد يخلو مود باك الا فيله المود هذا اا طبعا فكرة المود من اسمه ايرون تشست حيضف لك انواع مختلفة من التشستات زي ما انتو شايفين حاليا طبعا حنبدأ اول شي باللي هو العاية دي اللي هو حق فانيلا ماينكرافت اللي هو الاوك تشست اا مساحة ثلاثة في تسعة تمام عندك اللي هو اللي بعده اللي هو الايرون تشست طبعا الوصفات زي ما قلت زي كالعادة ما راح اذكرها ليش لانه كلها موجودة في الشرح كلها اصلا يعني اصلا بسيطة جدا يعني ما يحتاجها مجرد حديد مع اوك تشست راح يطلع لك اللي هو الايرون تشست طيب هذا ثلاثة في تسعة هذا اا ستة في تسعة يعني كأنه دبل تشست كأنه هذا اللي هو ستة في تسعة لكن مجرد انه المساحة مختصرة عندنا اللي هو الجولدن تشست عندنا اللي هو ثلاثة في ثلاثة في تسعة تقريبا كأنها ثلاثة تشستات وفي عندنا الديمون تشست واحدة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة نفسه ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة واحدين ثلاثة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة تسعة هنا وهنا اظن هنا تسعة في تسعة في تسعة في تنعش هذي تسعة في عشرة هذي تسعة في تنعش فهي بالترتيب الـ Oc اللي هو العايدة هذا اللي هو أصغر شيء بعدها الـ Iron بعدها الـ Gold بعدها الـ Diamond نيجي لحاجة زين اللي هي الـ Iron Chest و و كما مو لـ Iron Chest ما علاش اللي هو الـ Obsidian Chest و Crystal Chest ايش الفرق بين الـ Obsidian Chest و Crystal Chest وباقي الـ Chestات فرق جدا بسط لو حطيته اه في أي مكان وحاولت مثلا تفجره TNT أو Creeper مرة بيفجره ما رح يقدر يفجره و رح يبقزيمه هو عشان اعتماسك ما تضيب فهذه فكرة جدا كويسة اذا انت مثلا في منطقة ما هي بنورها و ما تبقى تنورها و فيها وحوش كثير و خايف انو Creeper فجره كسناديك ممكن تستخدم اللي هو الـ Obsidian طبعا مساحة هو نفس الـ Diamond وما تقدر توصل للـ Obsidian إلا إذا سويت crafting للـ Diamond زي ما انتم شايفين حاليا هنا ما تقدر سويه إلا عن طريق الـ Diamond الذي يكون عندك Diamond Chest ايش الفرق طيب بين الـ Crystal Chest و Crystal Chest نفس مساحة الـ Diamond Chest و نفس مساحة الـ Obsidian Chest لكن الفرق بينهم ان انتم زي ما تشايفين كأنه شفاف فحاليا خلينا يوريكم لو حطت الـ Itemات هذي كلها هنا ايتمات هذي لو حطتها كلها هنا زي ما تشايفين حتبان كأنها شفافة في الـ اللهم صلى الله عليه محمد في الـ Chest يعني حتعرف انت ايش موجود في الـ Chest من برى الـ Chest ما يحتاج ان انتم تفكوا طبعا مشكلته انه هو جدا 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 هش كيف يعني هش؟ يعني اي كريبر رح ينفجر حتى لو مسافة بعيدة شوية طبعا مو مرة بعيدة لكن مسافة يعني ما هي.. يعني اعطيكم مثال لو في عندك اللي هو الـ Oak Chest و Crystal Chest لو مثلا كريبر انفجر هنا بغض النظر عن مسافة ليه صحيحة أو لا فممكن انه الـ Crystal Chest انكسر لكن الـ Chest العادي ما ينكسر فجدا جدا جدا هش لكن ميزة سوى انه تقدر تشوف الـ Atimat اللي جوه هذا يجينا لشرح الـ Chest كلها طيب حاليا لو انت عندك Chest خلينا نقول مثلا انه انت عندك Oak Chest اللي هو هذا وفي له Atimat تبغى تحولوه على Iron Chest يعني ما تبغى تسوي Iron Chest ثاني وتنقول الـ Atimat لا عباحوله زي ما هو بس اكبر مساحته جدا بسيطة مجرد اللي عليك ان انت تسوي حاجة اسمها Upgrade في عندك اللي هو وصفته جدا بسيطة مجرد حديد و اوك كلها طبعا نفس الوضع الديمون دو ذهب زي كده كل حاجة لها نظام عين يعني زي هذا زي ما شاهدين حتى باين من الصورة رايحول الاوك لـ Iron زي ما شاهدين بها القريقة مجرد انه انت تضغط على الـ Chest طبعا خلينا نسأبركم انه ما رح يخسر اي 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 تماجه مثلا عندك هذا الـ Chest بتحول الـ Iron Chest مجرد Right Click رايحولك اياها على Iron Chest مجرد ما يخسر اي شي طبعا في نقطة كل الـ Chestات اللي في المود ما تجد تسويها Double Chest يعني هذا الـ Chest حاليا مفصل عن هذا الـ Chest تماما فهذه خاصيا ما رح تقدر توصل لها او ما رح تقدر تسويها في المود هذا ان انت تسوي Double Chest شي خارج عن الـ النواتك ما رح تقدر تسويه طيب اللي بعده اللي هو Iron to Gold عندك حاليا ايرون تتحول الـ Gold نفس الشي له خاصة له Low Upgrade الـ Diamond نفس الشي الـ Diamond نفس الشي وانت حاليا عندك طريقة جدا سهلة ان انت تتحول الـ Chest تكلم ان انت في البداية ما رح تقدر تسوي لك Iron to Chest بداية اللعبة هتسوي وانت ممكن تحولها طيب هذا المود باختصار هذا شرحي ما يبقى له اي نقطة زي هذا لكن في بعض المود باكات تضيف لك بعض بعض الأورز يعني مثلا زي الكبر لو عندك اي مود يضيف اللي هو الكبر أو النحاس راح يتلقائي المود راح يضيف لك هنا تشستين اللي هو الكبر اه اذا كان عندك مود فيه و كبر وسيلفر اللي هو الفضة اذا كان عندك مود يضيف السيلفر طبعا زي ما قلتها هذي على حسب المود باك اذا كان عندك موجود في المود باك مودات تضيف نحاس او فضة راح تجيك الشستين هذي طبعا كيف ترتيبها ترتيبها اوك بعدين كبر زي ما تشعفين هذا عندك خمسة بعدين حديد بعدين سيلفر بعدين جولد بعدين ديموند هذا ترتيبها في المساحة يعني هنا المساحة خمسة في تسعة وهنا المساحة ثمانية في تسعة فهذا ترتيبها طبعا هذا اللي أنا فاكره ماذا هنا تغيرت ولا لا وطبعا نفس الوضع اللي هنا تقدر ان انت تحول من اوك لكبر وتقدر تحول من كبر لسيلفر في لها الابريتز هذا باختصار المود باك ما اتوقع ان انسيت اي حادة ثانية لو اكتب ايرون ايرون تشست بالضبط هذه الاعتماد كلها طبعا فيه هنا ديرت شست ديرت شست هذا يحطينه كمزحة مجرد ان انت تفكوا راح يعطيك كتاب يقول لك هذه طريقة استخدام الديرت شست وما يحط لك اي شي فيها هذه مجرد طقطقة من صاحب المود ماعلو اي فايدة الصندوق وحتى الكرافتنج حقه جدا عبيض ما راح تتعب فيه بجرد شست ديرت لكن ما منه اي فايدة اه اتمنى شرح المود يكون اعجبكم اه ادري المود جدا شرحه بسيط لكن في ناس كثير ما تعرفوا خصوصا ممتدين في المود المينكرافت اتمنى يكون شرح عجبكم اذا عجبكم الشرح بتبقون يستمروا في شرحات اكثر واكثر لا تنسوا تدعموا سلسلة الشرحات بزر اللايك واذا ما كنت مشترك في القناة لا تنسوا تشترك في القناة ونشوفكم في شرح جديد السلام